لم يكن تصاعد حدة التوتر بين طهران وواشنطن وما له من انعكاسات خطيرة على العراق وليد اللحظة فالتصريحات التي لم تخلو من صيغة التهديد والوعيد التي تبادلها الجانبان منذ فترة ليست بالقليلة كانت أحد المؤشرات على خطورة ما آلت إليه الأمور وهو ما كشفت عنه قناة التغيير قبل أيام بناء على معلومات خاصة نشرها مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية صلتت الضوء على التداعيات الخطيرة التي يمكن أن تنتج عن الصراع المحتدم بين أمريكا وإيران بالنسبة للوضع في العراق إذا ما استمر في منحاه التصاعدي وها قد وقع المحظور بعد أن قررت الولايات المتحدة الأمريكية إغلاق قنصليتها في محافظة البصرة جنوبي العراق وسحب موظفيها من هناك على أن تؤمن السفارة الأمريكية في بغداد الخدمات القنصرية لمواطنيها وذلك في أعقاب هجمات صاروخية سهدفت السفارة الأمريكية في بغداد والقنصرية الأمريكية في البصرة خلال فترة وجيزة في المقابل حملت الخارجية الأمريكية في بيان لها إيران مسؤولية هذه الهجمات مشيرة إلى أن التهديدات للموظفين الأمريكيين في العراق ازدادت وأن مصدرها هو إيران وميليشيات مسلحة يقودها قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني ردود الأفعال جاءت سريعة من صحف ووكلات أنباء غربية التي بيّنت أن قرار واشنطن إغلاق قنصليتها في البصرة إنما يعكس حجم استشعارها بالمخاطر التي تشكلها طهران على بعثتها في العراق مشيرة إلى أن العديد من المسؤولين الأمريكيين أصدروا في الآوينة الأخيرة تحذيرات بشكل متزايد لإيران بأن الولايات المتحدة سترد بقوة على أي تهديدات لمصالحها في الشرق الأوسط كما لفتت هذه الصحف والوكلات إلى أن الأحداث الجارية بين الجانبين تأتي بالتزامن مع استعداد وزارة الخزانة الأمريكية لتنفيذ مجموعة جديدة من العقوبات الاقتصادية على قطاع النفط الإيراني في تشرين الثاني المقبل لفتة إلى أن التطورات المتسارعة بين أمريكا وإيران لها صلة وثيقة بالتحركات السياسية الجارية في العراق المتعلقة بتشكيل الحكومة المقبلة حيث يسعى كل منهما لتكون التشكيلة العراقية الجديدة متفقة مع مصالحهما الخاصة الأمر الذي أثار حفيظة كثير من العراقيين الذين يرفضون هذه التدخلات الخارجية في شؤون بلادهم وفي ضوء كل ما سبق يرى محللون أن فحوى الأزمة الأمريكية الإيرانية أصبح يتركز بلا شك في العراق خاصة مع ما يمر به من تحديات أمنية وسياسية وأن كل ما يدور بين الجانبين من توترات وتهديدات إنما أساسه المطامع ومبدأ فرض القوة وإن كان على حساب العراق وشعبه ترجمة نانسي قنقر